ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من بغداد سيد داود السعدي الخبير الأمني والعسكري مرحبا بك معنا سيد داود إلى السوديو الآن يعني العمليات العسكرية العراقية كما يظهر للجميع تمشي بترتيب منطقي وتكتيق عسكري استراتيجي مدروس جدا وصلت اليوم القوات العراقية المشتركة إلى مناطق الحدود مع سوريا واليوم تم تحرير كمقائفة مرسلنا قبل قليل الحصيبة والقائم وعانى محاصرتان من قبل القوات المشتركة اليوم عندما تتجه هذه القوات إلى المناطق الحدودية هل هذا يعني أن قبل تلك المناطق الحدودية في الداخل العراقي تم تطهيرها بشكل كامل لا يوجد عناصر لداعش وأهمية اليوم السيطرة وضبط الحدود مع سوريا العنصر الذي يعتمد عليه داعش اليوم في التنقل تنقل العتاد والسلاح والأفراد وكل ما إلى ذلك خلال الثلاث سنوات الماضية نعم حقيقة بعد عمليات الموصل وتحرير الموصل بالكامل وإضافة إلى تحرير الحويجة تجهت القوات العراقية إلى مناطق غرب الأنبار وهي تعتبر من المناطق الصعبة جدا كون هذه الصحراء تمتد ما بين الموصل مرورا بالحدود السورية إلى الحدود الأردنية وبالتالي مسافة كبيرة جدا كان يستخدمها تنظيم داعش لاستقدام عناصره إضافة إلى وجود تعزيزات من الأسلحة وعناصر التنظيم التي تنتقل من المناطق السورية إلى المناطق العراقية وبالتأكيد اليوم السيطرة على منفذ حصيب الحدود هو أهم النقاط الحيوية التي تمكنت جيش العراقي من خلال عمليات التفاف على مناطق القائم بعد السيطرة على جزء كبير من المحور الجنوبي لمدينة القائم رفع العلم العراقي على منفذ حصيبه وإغلاقه بشكل كامل سيضيف الكثير للقوات العراقية وهذا ما جعل القوات العراقية تسيطر على المعبر الوحيد الذي كانت تدخل منه عناصر تنظيم داعش باتجاه الصحراء غرب الأنبار إضافة إلى مدينة القائم مرورا إلى الخط الفاصل ما بين الحدود العراقية والكيلو 160 وصولا إلى الحدود العراقية الأردنية والحدود العراقية السورية هذا المعبر شهده خلال 72 ساعة الماضية هروب عدد كبير من عناصر تنظيم داعش باتجاه مناطق البوكمال اليوم من الناحية العسكرية تنظيم داعش نعم نعم من الناحية العسكرية تنظيم داعش انتهى بالكامل لكن يبقى الشيء القليل المتمثل ببعض عناصره الذين ما يزالون الآن في مناطق عانا ومناطق أخرى من الصحراء هؤلاء يتم التعامل معهم من خلال طيران الجيش وبعض عمليات الإنزال الجوي للقوات العراقية حسب علمي كون الصحراء واسعة جدا يتم رصد هؤلاء العناصر الذين أيضا يحاولون الهروب لكنهم اليوم بالتأكيد لن يستطيعوا خاصة بعد غلق معبر الصيبة والمنفذ الحدودي الوحيد سيد داود أنت مطلع على ملف تنظيم داعش منذ البداية وحتى الآن ومطلع على كافة التطورات اليوم لم يعد في العراق إلا في المناطق الحدودية هناك تواجد لداعش في الداخل السوري أيضا لمن ينظر بشكل استراتيجي إلى خريطة داعش الرقة تحررت دير الزور اليوم سيطر عليها النظام السوري وبقي هناك عدد قليل من تنظيم داعش في ريف دير الزور وفي الميادين والبوكمال أين هم ألاف الدواعش الذين كانوا في العراق وسوريا؟ أين ذهبوا؟ يعني اليوم من جهة حاصرتهم تنظيم داعش إلى نقطة الحدود كما تقول إلى المعارك اليوم المستمرة عند القائم والحدود مع سوريا وفي سوريا أيضا داخل السوري حررت الرقة ودير الزور أين هم ألاف الدواعش الذين كانوا يسيطرون على تلك المساحات الكبيرة من سوريا والعراق؟ بما يتعلق ببعض المقاتلين المحلين الذين انتموا لتنظيم داعش والذين غرر بهم البعض منهم سلم نفسه كما حصل في الموصل وكذلك في الحويجة وأيضا بعض من سلم نفسه اليوم في مناطق عانا وراوة وبعض مناطق الأخرى البعض سلم نفسه أيضا في الفلوجة وبالتالي هم أغلبهم من المقاتلين هناك جزء كبير في المعتقلات والبعض الآخر العدد الأكبر هم قتلوا في عمليات الموصل في عمليات الحويجة تم القضاء على أغلب من هرب منهم باتجاه الحويجة في هذه العمليات عندهم محيط جنوب كركو من هرب باتجاه الحويجة قتل ومن هرب باتجاه مناطق الصحراء غرب الأنبار أيضا قتل لم يبقى إلا أعداد قليلة يتم تطهير المناطق التي يتواجدون بها أنا قصدت هنا المقاتلين المحليين أي من العراقين الذين غرر بهم هم قاموا بتسلم أنفسهم وهم عدد قليل ليس بالعدد الكبير الأغلبية من مقاتلي تنظيم داعش تم قتلهم أو البعض منهم هرب إلى مناطق البوكمال أنا أعتقد اليوم أن عدد كبير من مقاتلي تنظيم داعش يتواجدون في البوكمال ستكون نهاية هذا التنظيم في هذه المدينة السورية أن تمكنت قوات السورية من معالجة هذا الموضوع بإضافة إلى تعاون مع التحالف الدولي أنا أعتقد بأن أي نعم التحالف الدولي أعتقد بأن نهاية تنظيم داعش ستكون في البوكمال اليوم لا يوجد مقاتلين على الحدود من جانب العراق أعطني الرقم تتوقعه سيد داود لنهاية تنظيم داعش في سوريا والعراق باختصار قبل أن يدهمنا الوقت خلال شهر خلال شهر يعني أنا أعتقد ربما مرحلة ثلاثة أشهر قد تكون كافية لحسم الأمر بما يتعلق بتنظيم داعش سواء كان في سوريا أو العراق يعني العراق لا يحتاج هذه الفترة ربما أقل لتحرير كامل بوكمال وتطهير الصحراء لكن في سوريا أنا أعتقد بأن الأمر قد يحتاج إلى وقت أطول شكرا جزيلا داود السعدي الخبير الأمني والعسكري متحدثا إلينا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من بغداد